وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد بعد التحية بداية مجهودات كبيرة لصندوق التنمية الحضرية في ضوء توجيهات رئاسية بتحسين جودة الحياة بمحافظات الجمهورية أطلعنا حول هذا الأمر والمزيد أمساء الخير أولا طبعا يعني أمساء الخير من شوية أن هم في ثمان محافظات فعلا الطرح اللي احنا منزلينه لكن الأصل احنا عندنا حاليا المرحلة دي نخلصين فيها 13 محافظة وعندنا حوالي 24 مشروع لطرحينهم من دلوقتي 12 مشروع فقط يمكن ده ده الطرح الأول لنا في المشروعات وأعتقد يمكن الناس يعني شافت المشروعات نازل الحمد لله وفي ضغط جديد جدا على الحجز في المشروعات دي عن طريق النمرة اللي هي الهوتلاين بتاعنا اللي هو 15-13-4 نعم يعني نقدر نقول الحمد لله يمكن قتل بثمارها المبادرة موادر سات الرئيس لتطور عواصل المحافظات والمدن الكبرى فالحمد لله احنا يعني شغالين فيها وممكن الحجز شغال ممكن أعتقد أن احنا تجاوزنا نسبة المخطط بتاعنا نعم يعني صدوق التنمية أعلن طرح وحدات جديدة بمحافظات مختلفة مع التسهيلات بأنظمة الدفع ما هي تلك التسهيلات التي سيتم توفرها للمواطنين احنا بنقول احنا المقدمة يبقى 15% لكل المشروعات والباقي على 5 سنوات يمكن السعر المطروح بيشمل القصة على 5 سنوات لكل المواطنين نعم نعم جزيلة شكرا لك المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية